أظن أنها عملية تراكم جراء سلوك قطر في المنطقة وخاصة في الأوانات الأخيرة كان هناك دعم كبير جداً لوجستياً ومالياً للجماعات المتطرفة إلى جانب الدعم المقدم إلى حد ما لجماعات إرهابية مثل جبهة النصر وجماعات في ليبيا وفي مناطق أخرى مثل سيناء وهذا هو جوهر الموضوع الازدواجية الموجودة بددت الثقة القائمة إلى جانب الاستمرار في دعم حركات مسلحة ومتطرفة وإرهابية هذا هو جوهر المشكلة هناك الكثير من الأدلة الدوحة بنت خلال السنوات الماضية شبكة كبيرة من الاتصالات لننظر على سبيل المثال إلى الفدية الضخمة التي دفعت جماعات إرهابية في سوريا والعراق وقد استخدمت هذه الفدية كأداة لتمويه الدعم الذي نتحدث عنه هناك أدلة أخرى على شحنات أسلحة وأشكال من الدعم المقدم لجماعات في ليبيا على صلة بالقاعدة الدليل موجود وقد وصلت كل محاولاتنا لبحث هذه الملفات ثنائياً وبهدوء مع الدوحة إلى طريق مسدود ونتيجة لذلك اضطررنا إلى القيام بهذا التحرك لأن قطر شريك لنا في مجلس التعاون وعلينا يبقى الأمور متماسكة نتطلع إلى أمرين الأول توضيح أن الدول المعنية السعودية والبحرين والإمارات ومصر تشعر بأن الكيل قد تفح جراء الازدواجية القطرية في المنطقة وإرسال رسالة واضحة بأن الوقت قد حان لأصحاب السياسات الهادئة من أجل إعادة هيكلات سلوك قطر في السياسة الخارجية الرسالة الثانية هي أنه بحال لم نشاهد التغير الذي نريده فإن قطر ستكون بمفردها وسيكون عليها إدارة اقتصادها ونفسها بمفردها ولكننا لن نقبل بوجود شريك يجلس معنا على الطاولة ولكنه في الوقت عينه يزعز استقرارنا الداخلي والأمن الإقليمي أظن أننا سنكون بوضع أفضل لو أن أشخاص أكثر حكمة تولوا إدارة المقاربة الحالية للأزمة القطرية وأن نبدل السياسة القطرية بحيث لا تتسبب زعزعة استقرارنا أو لضراربنا القضية ليست وجود سياسة خارجية مستقلة إذ لطالما كان هناك استقلال في السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الإشكالية تتعلق بسياسة خارجية تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة وهذا غير مقبول لنبدأ بالقول بأنه كان هناك اتفاق مكتوب وموقع من أمير قطر عام 2014 يؤكد فيها استعداده للاستجابة للمطالب التي قدمناها وبالتالي هناك مشكلة تتمثل في انعدام الثقة لذلك فإن وساطة جديدة ستكون أكثر صعوبة وستحتاج إلى مقاربة جدية من قطر تظهر لنا جميعا من خلالها أنها مستعدة لتبديل سياساتها والبقاء ضمن إطار جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وهذا سيتطلب طبعا وضع خريطة الطريق ولكن بالطبع فإن تمرير أي وزاعة جديدة سيكون أمرا صعبا لكن ننتظر ونرى ما يحصل الأمر المهم هو أن قمة الرياض كانت حزمة في تناول قضية الإرهاب ومكافحته والموقف القطري يهدد الإجماع الذي ظهر في الرياض ولكن الرد الخليجي على قطر بشكل عام هو جراء تراكم عقد من الخيارات الصعبة التي اتخذتها الدوحة مثل سياسات المزعزعة للإستقرار ودعم التطرف وترويج أفكار المتطرفين وأظن أن المشكلة تنبع من هنا أتمنى ذلك مجلس التعامل الخليجي مجلس ناجح الأرقام تتحدث بوضوحا ذلك على مستويات التنقل والتجارة المجلس ليس مثاليا ولكنه ناجح وقدم الكثير من المنافع للمنطقة ولكن مجددا السؤال السابق لأوانه لأن الأمر يتعلق بالطريقة التي ترغب قطر من خلالها بمعالجة المشكلة هل ترغب قطر بتجاهل وجود إشكالات والاكتفاء بالتعامل مع الملف من خلال وسائل إعلامها المتعددة ومحاولة حرف النقاش عن مساره أما أنها تريد مواجهة الإشكالات مباشرة والإقرار بأن السياسات السابقة كانت خاطئة أذكر هنا بأن أمير قطر عام 2014 قال أنه لا يتحمل مسؤولية سياسات قطر قبل عام 2014 ولكن هذا لم يحصل ونحن نحتاج لتغيير هذا الأمر لأنه ضرب أمننا واستقرارنا وكذلك بقدرتنا على مكافعة الإرهاب أظن أن إيران تريد استغلال أي فراغ موجود لتحاول النفاذ من خلاله الصوت القطري حيال إيران لم يكن عاليا في السابق ربما بسبب المصاحش اقتصادية المرتبطة بقطاع الغاز ولكن طهران تراقب الوضع وتحاول معرفة ما إذا كان بإمكانها اللعب على الأوضاع والاستفادة من الفراغ كلا أظن أن هذه التزامات تجارية مع عطر قانونية مناسبة ولا أظن بالتالي أننا سنرى هذا النوع من الرد الذي لن يكون حكيما أيضا ونحن نشاهد هذا النوع من الرجال